هنروح لأخبارنا في البداية دايماً بيكون معنا في الانترو أخبار الساعة أو الأخبار اللي يعني لسه حصلة جديد الحقيقة احنا يعني عندنا تساؤل في برنامج الأبطال لغاية إمتى هننتظر اللوايح تبان وتظهر لغاية إمتى هيحصل لزام النادي الأهلي بيشتغل باحترافية ونادي الأهلي نفسه ليه لحيته الداخلية ولوايح في كل أموره بتديره وبتحكمه احنا لغاية دلوقتي حتى في المسابقات وحنا في عشرين واحد وعشرين ألعاب كتير جداً لغاية دلوقتي المسابقات فيها أمور وفيها لغط وفيها كلام ولأ مش هعمل لا هعمل واللوايح زي ما بيقولوا لون هرماضي محدش يعني فاهم حاجة شفنا من ساعات قليلة فوز فريق الشباب طبعاً لكرة القدم على نادي الزامالك اتنين واحد وفجينا بمشهد ان الفريتين بيحتفلوا طب ليه إيه اللي حصل الناس تساءلت إيه اللي حصل اللي حصل إنه كان فيه دور تمهيدي خلينا أقول لحضراتكم بالزبط القصة كان فيه دور تمهيدي طبعاً الدور التمهيدي ده طلعت منه مجموعة من الفرق للنهايات الفرق كانت عبارة عن إيه في دور الجمهورية فريق الإسماعيل الزمالك لانتاج الحرب بسموح المقولون العرب بيراميدز سيراميكا كيلوباترا وإمبي وطبعاً نادي الأهلي حلو الكلام اللايحة قالت في التمهيدي لما يتساوى فرقتين نروح لفرق الأهداف بس الحقيقة اللايحة نستت تقول في النهائي إيه الوضع فده اللي عمل اللغط الشديد إن بعد نهاية المباراة تساوت الفرقتين فمحدش بقى عارف إيه الوضع والصفحة الرسمية للاتحاد الكورة أعلنت منذ قليل الخبر الآتي قالت إنه حدثت إدارة المسابقات بالاتحاد المصر كورة القدم التساعة والنصف في مساء الثلاثة ساعة عشرين إبريل الحالي موعد المباراة الفاصلة بين فريقاء الأهل والزمالك بمالعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية الموليد تسعة وتسعين وكان الاتحاد المصر كورة القدم قد قرر استكمال مسابقتين الجمهورية الموليد تسعة وتسعين والفين وواحد في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استقناب بطولات الناشئين أول إبريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات مجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط هو ده قرار اتحاد الكورة الحقيقة اللي منذ لحظات كان على صفحته الرسمية طيب أنا بسأل سؤال إزاي الفرقتين أو إزاي نادي الأهلي بلاش مش هتكلم بالنياب عن حد إزاي نادي الأهلي ما كانش يعرف ده طيب إزاي ما تقللش ده قبل المباراة إن في حالة إحنا أكيد ده مسر إن لو الأهلي فاز هيتساوي لو لزمالك كسب يبقى خد البطول أكيد ده مسر ده الناس كلها عرفاه طيب ليه قبل المطش ما تقلش ده طيب يعني موضوع شوية يعني وكمان المتحدث الرسمي نفسه للتحاد الكورة الأستاذ أو الكابتن أسامة اسماعيل صرح في عدد من المواقع إنه الأهلي البطل صح ونالغلطان يا جماعة وقدامنا موقع بطولات إحنا ما بنجيبش وموقع يلا كورة وهنعرضهم لحضراتكم إحنا ما بنجيبش كلام من عندنا إحنا بنجيب كلام من مصادر الكابتن أسامة أهو تفضل يا فاندم الكابتن أسامة اسماعيل المتحدث الرسمي للتحاد الكورة قال إنه ما فيش المواقعات المباشرة وليس فارك الأهداف المواقعات المباشرة صالح مين صالح النادي الأهلي يبقى إذن الأهلي هو البطل وده التصريح كمان في الله كورة طيب يا جماعة أنا بسأل سؤال وجينا للاقينا التحاد الكورة دلوقتي لجنة المسابعات بيقول لك لا ده فيه مطش فايصر طيب يا جماعة يعني بجد يعني هو إيه اللي بيحصل يعني أنا مش عارف بالزبط طب هو ده سر على الناس كلها إنه ممكن الفريتين يتساوه أكيد مش سر بدليل أنت حاطت ده في التمهيدي طب النهايات إزاي مش محطوط إنه لو تساو الفريتين إلا هيحصل طيب أخذكو أطلع على حاجة تانية كرة السلة كنا قلنا من حوالي حلقتين فاتوا إنه فيه أزمة في دوري السوبر وقلنا لكم ده انفراد لبرنامج الأبطال إنه كان فيه مشكلة إن الزمالك مسافر بطولة أفراقيا أو النسخة الأولى للأفريكا للأفريكا الليج برعاية الـ MBA وده النسخة الأولى ليه فالحقيقة الـ MBA مركز الناس دي ما بتهزرش مواعيد وأجراءات احترازية ده بيديروا أكبر دوري بسكت في العالم فجايين يديروا النهاردة بطولة أفراقيا فليهم رولز وليهم نظام بيحددوا البطولة دي كانت مفوطة تلعب السنة اللي فاتي طبعا عشان كورونا هتتلعب السنة دي بس عايزة أوضح لحضراتكم حاجة اللي هيشترك بطل 2019 وده لوجيك لأنه هكت البطولة عشرين فبيشارك بطل الدوري اللي قابليها بسنة فتأجلت بقت عشرين وواحد وعشرين اتحادي السلة وقلنا لكم من الكواليس إن جايوا له خطاب إن نادي الزمالك مفروض يكون هناك يوم أربعة فرواندا اللي هي البطولة تلعب في رواندا وإنه آخر مطشي لعابه نادي الزمالك يوم 19 إبريل اللي هو إحنا النهاردة عشرة صح النهاردة مش إحنا عشرة أه 11 كمان فاللي هو كمان سبعة أيام أو ثمانة أيام فقلنا الاتحاد عنده مشكلة وبعد كده لقينا الاتحاد بعدها بأيام أعلن مشكورا لجنة المسابقات بعض إقام مواعيد لبعض المباريات قدامنا على الشاشة هتيجي لحضراتكم أول إقامة دور الثمانية في كأس مصر يوم الحد اللي هو النهاردة وبقدر مباراة السوبر اللي تلعبت الجمعة خلت جولة دي تلعب يوم الخميس تمام عشان يدي جمعة وثبت الفرق كلام ممتاز إقامة نصف نهائي كأس مصر السلساء 27 إبريل خلي بالكم المواعيد 27 إبريل يعني الكلام ده بعد 19 إبريل في صالة الشباب الرياضة اللي هو مجمع الدكتور حسن المصطفى إقامة نهائي كأس مصر الخميس 29 إبريل في صالة الشباب الرياضة برضو دكتور حسن مصطفى إقامة قبل نهائي دور السوبر على ملاعب تحدد لاحقا في مايو أربعة وخمسة وسبعة وثمانية عشرة طيب إزاي ده إزاي مالك هيكون هناك طيب يحدد موعد الدور النهائي من كأس السوبر بناء على الارتباطات الدولية وعيد الفتر المبارك تمام إحنا كده لغاية دلوقتي خلاص المواعيد اتحددت ولجنة المسابقات قدرة بشؤونها وزي ما بيقولوا إيه يعني كل واحد قدرة بالأمور اللي بيدرح لقينا النهار ده جواب جاي أو مبارح بتاريخ عشرة أربعة ألفين وحداشرة أهي عشرين وواحد وعشرين عشرين وواحد وعشرين الجواب بيقول إيه يرجى ده متوجه من المدير التنفيذي المديرين التنفيذين اللي هدي الاتحاد والزمالك والجزيرة والقالي وسبورتك وسموح المصير لهم بيلعبوا السوبر لهم متحددين من الأول للتامن وبالمناسبة ده الترتيب بتاعهم يسعدني طبعا أبعا سيداتكم بصدق تحيات الملات الاتحاد المصري يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع لمناقشة توقيطات دوري السوبر وكأس مصر الرجال وذلك يوم الأربعة الموافق أربعتاشر أربعة عشرين وواحد وعشرين الساعة الوحيدة ظهرا بمقر الاتحاد المصري كرة السل مدير مصري الله أمالي المواعيدة اللي كانت مقبوطة قبل كده دي ايه لما احنا لسه ناقش أنا يعني ماشي أنا مقدر ان في مشكلة وهذه المشكلة دي مش هو اللي عملها اتحاد السلة اللي عملها القرار المفاجئ لاستقناب بطولة أفريقيا بس 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 ما كنتش حدد مواعيد كنت عملت الاجتماع ده قبل المواعيد زي ما انتم شايفين الحال في لجنة المسابقات في كرة القدم هو الحال في لجنة المسابقات القوائم القديمة طب فأني لايحة بيقول الكلام ده طب فأني منطق بيقول الكلام ده طب احنا لغاية امتى هنشوف اللون الرمادي ده ولغاية امتى هنلاقي ان ما فيش لايحة واضحة المعالم وقابلة للتطبيق من أول الموسم انا اتفهم ان بعض الامور ممكن تظهر وسط الموسم زي اللي تعرض ليه اتحاد السلة مش مشكلته الراجل قالك انا بقى لعب الدولي وفجأة الاتحاد الافريقي مع الامبيا حدد معد انا هفهم ده بس طب ما نقعد مع الاندية الاول وبعد كده اقرر اشوف الدنيا فيها ايه يعني انا حطيت مواعيد وبعد كده هقعد مع الاندية طب هي مين قبل مين مفروض يا مفروض اقعد مع الاندية وادس الموضوع وعرض عليهم الموضوع والناقش ده زي جماعة مهمية مصغرة او الفرق اللي هتشارك وبعد كده اقول زي ما حادتكم شايفين ان ده معاناة وما بعدها معاناة حطوا نفسكم كده مكان الاجهزة الفنية يعني انا دلوقتي جهاز فني كور القدم النهاردة كنت متخيل ان المباراة النهاردة هي المباراة النهائية وخلاص وانا كده خلاص هاخد البطولة وبعد كده لقيت فيه مباراة تانية فايصل طب ما هدي اتربكلي حساباتي ما انا لو عارف ما ممكن النهاردة ريع حد العب المباراة جايب حد اغير تكتيكي اعمل حاجة طيب ده الجهاز الفني طب بالنسبة للعبين الوضع ايه ما كل اللعيب هو كوتش نفسه بيعلي الحمل ازاي بيعمل ايه عندي اصابة عندي واجع عندي مش عارف ايه عندي عمل ايه عايز اعملها بعد الموسم طب انا هعمل كده ايه نروح لاتحاد السلة نفس الكلام طب اتحاد السلة لو الموضوع ده مشي منتخب هيتعد شهر واحد قبل بتروط افريقي او يعني عشان بقى متفائل اوي شهر ونص نفس الكلام برضو طب لو روحنا ليه اتحاد كرة اليد طب هل كان طبيعي ان اتحاد او بيدور اللعبة يقولك ألعب بطولة بالقايمة القديمة فكل ده بيربك حسابات وقربك حسابات فعلا فريق كرة اليد واستعام بالشباب واتمرنا كم يوم بالشباب عشان راحين نلعب المباراتين الفصلين لا اجل لا العب للدور الجديد لا طب نرجع للجول القديم طب ليه ليه العشوائية دي بتحصل وصدقوني ده بينعكس بالسلب احنا مش طالبين غير حاجات حطي لايحة قبل الموسم يا جماعة لايحة كده حصل تغيير لللايحة نبتدي نشوف الأمور تمشي ازاي ونجيب الأندية نتكلم معها ونشوف أحسن رأي رأي مجرد رأي مجرد حضراتكم فاهمين يا نقص ده أولئي رأي مجرد انه الوضع كذا 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 ورأيكم ايه وناخد القرار الصح يمكن الموضوع ده كله احنا كنا حابين نحطه قدام حضراتكم عشان تعرفوا حجم المعاناة اللي بتعنيها الأندية وهنا هتكلم على النادي الأهلي الحقيقة لأن النادي الأهلي دايما يماشي بلايحة وبنظام وبسيستم فلما بيلاقي أمور زي كده بتدربك له كل الدنيا